كثير طلبونا نتكلم عن داء عضال مرض عضال قال وهو تشتت تشتت فيه تلات محاور هنشتغل عليه من نهاردة في التشتت اول حاجة تعريف التشتت ايه تعريفه عشان نبقى عارفين تاني حاجة ايه اسبابه ليه احنا بنتشتت عشان نعرف الجذور واذا احنا مسكنا الجذور خلاص نقدر تعالج المعضلة بسهولة جدا اذا عرفت السبب التشتت هو حالة ذهنية تؤدي بالشخص ان تركيزه يضعف ما يبقاش مركز اه ده التشتت عشان ابيلكم موضوع التشتت عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف رجل صلى فقال له اذهب فصلي فانت لم تصلي ليه قال له اذهب فصلي فانك لم تصلي وقيل برضو ليس للمرء من صلاته الا معقلة منها يعني اللي هو مركز فيها فاحنا التركيز مهم جدا جدا في العبادة والطمأنينة والهدوء والسكينة اللي هو التركيز في المجمل بلاقي ناس مثلا الاقيه حلو جدا في مجال معين شغال فيه وبص لقيه جاي وده حصل حقيقي ويقول لي انا عايز اروح اعمل كذا 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 تفتحي واعمل كذا 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 هنا اقول له ركز ركز مشكلتك انك متردد ومشتت بتنساك التشتت ايه اسبابه احنا ليه بنوصل لموضوع التشتت اسبابه كتيرة جدا لكن انا هجمع اهم اربع اسباب للتشتت رقم واحد ممكن تكون حضرتك مريض مريض مرض عضوي او مرض نفسي بمعنى انت ممكن تكون عندك ADHD اصلا اصلا مريض بمرض هو التشتت ودول في منهم حالات لازم تاخد دوء عشان التركيز وعندي حالة في بيتي فيها الوضع ده لازم ندي دوء للتركيز لان بيبقى ده مرض وبنتحاول نشتغل تمارين عليه لكن فيه امراض بتؤدي الى عدم التركيز او سبب نفسي العلماء لما بحسوا في المسائل دي ربطوا ما بين التوتر والارق والاكتئاب وربطوا بالتشتت يؤدي الى تشتت قالك فيه برضو ان الناس اللي عندها مشاكل في التغذية عندهم نقص في عناصر معينة اكلهم غير صحي ما بيركزوش في اكلهم فالاكل اللي بيأكلوه لا يساعد على التركيز فيه ناس ما بتنمش كويس ممكن النوم يكون لي سبب لانه مثلا حد عنده اوفرثينكين دماغه دي ما بتفصلش فيه ناس ما بتمارسش رياضة ابدا حتى ماشي ماشي قليل ممكن معهم يكونوا عربية ده عنده مشكلة الرياضة في غاية غاية الاهمية وهتساعدك على التخيل وتساعدك على التركيز يبقى لو انت خملان اكلك مش صحي ما بتنمش كويس كل ده وعندك فيه ناس عندها فرط حركة كل اسباب دي ممكن تؤدي سواء اسباب عضوية او اسباب نفسية امراض نفسية تؤدي الى التشتت فلازم حضرتك تستشير طبيب قام اثنين السبب الفكري يعني العضوي ولا نفسي لا سبب فكري انت عندك مشكلة في التفكير لما بتقابلك مشكلة بتقعد تصغر نفسك 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 وتضخم تضخم تضخم في المشكلة وكأن نهيت العالم انا بشوف ناس كده تلاقيش هالمادة وكأنه مات له ميت وكأنه اتحكم عليهم عشر خمساشر سنة سجن ايه عام عادي سقط السنة عادي خدوا الامور عادي ازعل وتألم ومحنة ولكن اطلع منها وخش بقى على المنحة استفيد منها والدروس اللي اتعلمتها وين الادخد لكن تفكير ناس ضيق صغير محدود منطقهم ضعيف جدا اندقوا وكأنها نهاية الكون انا خلاص ضع ليه رفع صدق في توقعاته ليه تفكيره بيكبر بيضخم المشكلة ويصغر في نفسه ويصغر في امكانياته ايه ناس بنيجي كده نديهم مهمة تلاقيه رايح يقولك الديني دي انا عايز دي برضو وانا عايز اقدرات دي في دي كمان دول بالصالة عالنبي اول ما بشوفهم ببقى عارف تماما انه لا هيركز لا في دي ولا في دي ولا في دي ولا في دي اي عمل عشان يطلع فيه ابداع ويكون دقيق ويكون فيه اتقان لابد يكون فيه تركيزي لابد يكون فيه تركيزي انا ممكن اعمل مشروع اتنين وتلاتة في السنة انتو بتشوفوا مبادرة الف معلم مؤثر هي شهر ده تحت شهر ونصر في السنة كلها انا بدخل محاضرة خمس ساعات مركز في كل دقيقة بتتقال في المحاضرة السبب الثالث عدم وجود هدف واضح وصريح انت مؤمن بي اه تعالي لما عندوش هدف واضح يجري وراه كل الناس هتاخدوا في اهدافه هو هدف جميع الناس اللي حواليه المؤثرين هياخدوه كل واحد عنده ترين هيسحبه معاه فاهمين؟ الحالة الرابعة اللي بتؤدي للتشتت طبعا دي كل الناس عارفينها الابحاث في جامعة ستانفورد ابحاث في جامعة كاليفورنيا كلها ربطوا الاجهزة الرقمية والشاشات والانترنت تم ربطه تماما بقلة التركيز كل ما هتقضي وقت أطول مع الشاشات كل ما هيبقى عندك ضعف في تركيز وهتبقى مشتت دي خلاص ابحاث أكدت الطفل اللي أبوه أمه بيعانوا وبيرطموا من درجاته وحزانة بسبب درجاته أقول لهم وقفوا الموبايل هتلاقوه بيركز في المدرسة ويجيب درجات عادة بس تصبروا عليه شهر في التاني هتلاقوه خلاص انزبط وبقى زالفن الشاشات يا شباب مرض العصر الشاشات احنا دلوقتي الريلز مدمنين الريلز نعمل محاضرة ونجيب نعمل بودكاست ساعتين ونص وقول لك يا دكتور دا طويلة نقط ساعتين ونص ما مش قادر نركز هنركز ساعتين ونص لا يمكن خلاص يا عام نعمل خمس دقيق لا 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 خمس دقيق ايه دقيقة دقيقة احنا ضحايا ضحايا للريلز ضحايا لتيك توك ضحايا لسناب شات ضحايا لسوشال ميديا كله احنا ضحايا 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 اعمل مكلماتك المهمة جدا 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 في حياتك اعملها وانت بتمارس رياضة اعمل علاقات اتكلم مع الناس كل ما بعثت عن السوشال ميديا والريلز والحاجات اللي هي السريعة قوي دي كل ما انقصت نفسك من مستنقع الإدمان ومستنقع التشدد ماشي كده؟ فاهمين دا؟ ركز لما تكون بتتكلم مع أولادك بتتكلم داخل بيتك بتتكلم مع حد بيحبه انك تكون مركز دافع نفسك دافع دافع لازم تمارس تتدرب على التركيز بتقرأ في كتاب اخبط نص ساعة قراءة متواصلة هتجي بقى اه تحرك اه تعمل مش قاد دافع لازم تزجي نفسك لازم تمارس التركيز تمارس التركيز ترجمة نانسي قنقر